اول ما ربنا يفتح فوشك والحمد لله تحقق ربح على اليوتيوب وربنا يرزقك اول حاجة بتفكر فيها هو انك تفتح قناة تانية على اليوتيوب وتبدأ تحقق الشروط على القناة تانية فيجي ببالك سؤالين مهمين جدا هل اعمل القناتين بنفس الجيميل ولا لأ هل القناة دي لما تحقق ربح هضيفها على نفس ادسنس ولا لأ السؤالين دايما بيجوا ببال اي منشئ محتوى الاجابة هتبقى في الفيديو ده اجابة السؤال الاول كان قاتي طبعا انا ضد حرفيا انك تعمل قناتين بنفس الجيميل ليه لان اي قناة من دول لو لقدر الله لبس التلات انذرات سيكون حسابك او اي قناة مرتبطة بها عرضة للاغلاق وانا طبعا خايف على مصدر رزقك فمش ينفع تحط البيض كله في سلة واحدة علشان كده بقولك لو انت حتقدر تخلي قنواتك بدون اي انظارات توكل على الله بس انا افضل دايما لأ لأ ليه لان انا خايف على حضرتك ودي حاجة انا مش عاملها بصراحة في المتواحد فكرة والمتواحد بوبجي السؤال التاني هل ينفع اربط القناتين بنفس حساب ادسنس الاجابة نعم ممكن تربط عادي جدا ادي دي قناة المتواحد فكرة ورقم التعريفي او الحسابة قدام حضرتك وتعالى المتواحد بوبجي والرقم التعريفي نفس الرقم التعريفي مفهوش اي فرق اللي اتنين مرتبطين بنفس حساب ادسنس طيب السؤال هنا انت كمنشئ محتوى تربل لتنين بحساب ادسنس واحد لو حتقدر تتحكم في النقارات وتفهم ارباحك وتقدر بشكل يومي تتابع قنواتك لتنين حتى لو وراكك مستحيل لازم تركز وتشوف دايما ارباحك هل ارباحك دي مزبوطة هل في حاجة لنقارات غير شرعية هل هي مشية على المستوى المطلوب سبب الارتفاع المفاجئ والنزول المفاجئ لازم تكون واخد بالك من الحاجات دي لما ارتفع هنا كان في زيارات ومشاهدات كتير لما نزل هنا معنا كده ان جالك 312 مشاهدة فما فيش نقارات غير شرعية وما فيش ارباح واهمية في الموضوع فانا واخد بالي ومركز من كلا القنوات انت حتقدر تعمل حاجة زي دي لو هتقدر توكل على الله وربط القناتين بأدسنس واحد ولكني لا احبز هذا وطبعا انا تد الموضوع طبعا في المتوحد فكرة ومتوحد ضدهم جدا ماشي بس هي الظروف ان انا كنت مستعجل عشان اتأكد من متوحد باب جي عشان انزل اسبتها للناس فما تغلطش غلطتي وتربط الاثنين بأدسنس واحد هل يمكن تغيير أدسنس الخاص بالقناة؟ اه طبعا تقدر تغير أدسنس بتاعك بالقناة عن طريق هنا تحقيق الربح وتيجي تغيره من هنا وحنشرحه ان شاء الله في شرح تفصيلي وحنوضح لك كل حاجة اتمنى اكون قدرت اوضح لك الفرق بين حسابين ادسنس وحسابين على جيميل وانت خلي كل سلة وبضها لوحده يعني قناة وادسنس وادسنس وقناة ده الوحده وده الوحده طبعا ولانك ما ينفعش تعمل غير ادسنس واحد فحاول تشوف ادسنس التاني باسم مامتك مراتك اخوك اختك اي حد اكتر من 18 سنة وحاول وانت بتعمل ادسنس ده ما تعملوش على نفس الكمبيوتر ليه؟ علشان ما تلبسش يبقى عندك حسابين افهم وانت شغال علشان الحاجات ده حساسة بالتوفيق لجميع اتمنى اكون قدرت اوضح لك موضوع قناتين وحسابين ادسنس واعمل القناة بايه وايه وتكون في الاخر في هند شكرا للجميع